هناك محتويات هي مو هابطة خارجة حتى عن الإخلاقيات خارجة عن أساسيات المجتمع وجاي نشوفها خاصة على موقع تيك توك أتمنى من الناس أن لا تشارك وتساهم لأن الذي يصفق على نانهم ونفسهم ترى قاعد يحشون عليكم بالخفاء وجاي يحشون بشرفكم وسمعتكم فلا تصدقون الناس اللي قاعد صفق لكم وتدخلوا وياكم وتقولكم عافية وزيلا اللي قاعد يصير أكثر بالموضوع يعني محتوى هابط محتوى لا أخلاقي هذا هو المهم أن يؤشر عليه وأتمنى من الدخل توضح أن 1-2-3 هذا يعتبر محتوى هابط شرح هذا الموضوع حتى المشهورين ويرى المشهورين يعرفون شنو الظوابط التي تحكم هذا الملف الخطير شوف بعض الشخصيات اليوم ما زالوا يطلعون بس بسبب عندهم علاقات مدى يوصلهم هذا محتوى هابط بعدين آني بعض الأشخاص أشوفهم شخصيا أشوفهم هابط ليش الدولة ما تشوفهم هابط فأنا مدى أعرف من اللي يقرر شنو الهابط وشنو المو هابط وليش دي يكون بهذه الطريقة يعني صح إحنا لازم نواجه مثل هذه المحتويات بس أنا أقول بيحنا لازم نواجهها بطريقة مو الحبس والسجن وغيرها لا لازم بالتثقير بالتطوير هؤلاء الشباب المساكين بالتالي هم ضحية التخلف اللي موجود في البلد ضحية نقص التعليم ضحية نقص حتى المستشفيات والحدائق العامة حتى ملاعب كرة القدم تابع اشتركوا في القناة